بالنسبة للمساعدات التي قررتها المملكة العربية السعودية بالأمس قررت خطة بأعتقد 400 مليون دولار كيف سيتم الاستفادة من هذه المشاريع؟ تعلمي أولا أنه نحن في أبريل الماضي حصل تحول استراتيجي في اليمن بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي ثم الإعلان التفصيلي أمس بجملة المشاريع التي قدمتها المملكة في بعضها كذلك بالمشاركة مع الشقائنا في دولة الامارات العربية المتحدة هي نافذة أمل كبيرة ستسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية تعلمي بأن اليمن مدرك أحد أهم الأزمات الإنسانية على مستوى العالم أكثر من 80% من الشعب يتلقى مساعدات أمومية